بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن مما يؤسف له أننا نمتلك أي المسلمين هذه النسخة الفريدة في الكون علو قدر وسمو شأن ورفعة محل ومع ذلك لا نستطيع أن نعرفها لهذه البشرية التي تتعطش إلى بعض أخلاقه وتتشوق إلى بعض تعاليمه وتحتاج إلى كل قطرة من غيثه ومع ذلك لا تجد إلا القليل القليل والنزر اليسير من هذه السيرة العطرة ومن تلك الكلمات الرائعة ومن تلك الصور الجميلة فإنما كتب المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى أنه قليل جدا لا يفي بأقل الغرض ولا يستوعب حتى جوانب بسيطة من حياة هذا النبي العظيم والرسول الكريم كذلك فإنه من حيث النوع ومن حيث المحتوى لا يشكل إلا إطلالات بسيطة ولهذا ينبغي أن يفكر المسلمون عموما وأتباع أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص في الاهتمام أكثر بنشر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وبدعوة الناس إلى أخلاقه وإلى رسالته وأن يكون ذلك ليس منطلقا من رد فعل آني ومؤقت بناء على شتيمة لجاهل هنا أو تصوير سيء لأحمق هناك فينفعل قسم من المسلمين ويقومون بردود فعل في كثير من الأحيان لا تشكل بناء ولا تجذب إنسانا المطلوب هو أن يتقرب المسلمون إلى الله عز وجل بنشر سيرة نبيهم بمختلف اللغات وأن يبينوا تلك السطور المضيئة من تلك السيرة العطرة التي يحتاجها العالم هذا العالم الذي يعيش الخوف الآن يحتاج إلى الأمان الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العالم الذي يعيش الفراغ الروحي يحتاج إلى رسول الله لكي يملأ وجدانه قربا إلى الله عز وجل نحن نحتاج أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المؤمنون أيها المؤمنات إلى أن نوقف جانبا من أموالنا لنشر سيرة رسول الله تأسيس فضائيات باسم رسول الله نشر الأفلام باسم رسول الله إعداد المسرحيات باسم رسول الله الأطفال يحتاجون إلى أفلام إلى كارتون على مستوياتهم وبلغتهم تحكي صورا من حياة النبي بمختلف اللغات والألسنة حتى يتعرف الناس على من هو محمد الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته